موسيقى قالوا إذا أردت أن تعرف شعباً فاستمع إلى الموسيقى والمصريون بطبيعتهم وفطرتهم يعشقون الموسيقى مع المايسترو المصري العالمي نادر عباسي لما وصلت لمرحلة أنك قائد أوركسترا حسيت أنك وصلت لما تريده بالفعل؟ قيادة الأوركسترا حاجة صعبة جداً في الموسيقى العربية أنت مش محتاجة مايسترو مش محتاجة قائد لأن العازف الإيقاع هو قائد ماذا يفعل قائد الأوركسترا؟ هنا في مصر فكرة المايسترو أو القائد مش موجودة قلت أن الموهوبين في مصر قطار جداً 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 لكن هما محتاجين رعاية من الدولة ومحتاجين اهتمام من الإعلام فين برنامج صوت الموسيقى؟ فين برنامج فن الباليه؟ فين برنامج موسيقى العربية؟ فيه عندنا شباب موسيقيين شباب فعلاً صغارين عالميين بمعنى كلمات عن قيادته أوركسترا موكر الموميوات وكيف أبهر المصريين بأنشودة إيزيس؟ أنا شايف أن الجمهور المصري يعني يمكن إدى درس نوعاً ما للإعلام عندنا لما أعجبه بالموميوات الناس كثيراً جداً فوجئت إن عندنا أصلاً أوركسترا وكورال بهذا الحجم في الموميوات دي كانت مفاجأة لأوروبا عن تعليم الموسيقى في مدارسنا إيه النصيحة اللي توجيها للتعليم؟ لو بعيدنا عن حصص الموسيقى والفن عامة الفنون عامة والرياضة لبناء الشخص إحنا كده هنبضل في حتة تانية خالص كل الشعوب المتقدمة الفنون والرياضة شيء أساسي عن أحوال الموسيقى الراقية في بلدنا عن عروض الأوبرا وجمهورها عن موسيقان المصرية وكيف يسمعها العالم الموسيقى المصرية والطريق إلى العالمية حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس السابع مساء على قناة مصر الأولى